ولاحظوا أن البروفيل صار مقفل وهذه رسالة يولوك ديور بروفيل أنه حسابك الشخص الآن مقفل في فيديو سابق حكي نالكو عن ميزة في فيسبوك بإمكانك من خلالها تعمل قفل أو لق لملفك الشخصي بحيث أنه أي حدا أو أي شخص يفوت على بروفيلك حدا مش صديق عندك يفوت على بروفيلك بيطلع له أنه هذا الحساب الشخصي مقفل ما بيقدر يشوف ولا أي إشي في بروفيلك بس يثناء صورتك بشكل مصغر ما بيقدر يكبس عليها والكفر فوتو فقط بس اسمك والأشياء اللي ظاهرة ما في أي معلومات ثانوية بيقدر يشوفها لا بوستات ولا فيديوهات ولا أي إشي بيقدر يشوفه في الولد تبعك أو في بروفيلك على فيسبوك فهذه الطريقة اللي حكي نالكو عنها بالفيديو السابق صار فيها مشاكل كثير كنا نستخدم تحويل لغة الجهاز للغة البورمية وكثير منكم حكا في التعليقات أنه الخاصية هاي التغت أو الطريقة هاي التغت وطلت تزبط مع أي حدا فهذا الفيديو رح نحكي لكم عن الطريقة الجديدة في موضوع قفل ملفك الشخصي أو Look Your Profile on Facebook وبيدي أكد في البداية أنه هاي الخاصية مش موجودة عند كل الناس وعند كل الدول لكن انت تتبع معي في الخطوات لعله وعسى أنها تكون موجودة في حسابك على فيسبوك وشغلة ثانية أنه هاي الطريقة تختلف بحسب نوع التلفون اللي انت بتشتغل عليه فأنا لاحظت أنه على أجهزة شاومي أن هذا الموبايل شاومي زي ما أنتم ملاحظين في خيار قفل ملفك الشخصي غير موجود فمن خلال أجهزة شاومي مش موجودة ما جربت بهواوي لكن رح أجرب الآن بجهاز سامسونج تبعوا معي في الخطوات رح أجي على ثلاث خطوط من اليمين أو اليسار بحسب لغة جهازك وأنزل تحت على ما يسمى sitting and private بهذا الشكل هي الإعدادات والخصوصية إذا كان جهازك عربي وأكبس على الإعدادات sitting بهذا الشكل وأنزل لآخر شي تحت 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 في عندك هون audience and visibility اللي هي الجمهور والرؤية في خيار profile looking قفل الملف الشخصي هذا على جهاز سامسونج الآن إذا بدي أجرب أنا على جهاز شاومي ما رح تطلع هاي الخاصية زي ما أنتم لاحظين هاي على جهاز شاومي مش موجودة فعلى جهاز سامسونج إذا بكبس عليها الآن أنا في حالتي هذا البروفايل هو معمول له أصلا قفل يعني هذا البروفايل الشخصي مقفل قبل ما أعمل هذا الفيديو فإنت في حالتك رح تطلع خيار قفل الملف الشخصي اكبس عليها إذا بتكبس عليها يطع لك خيار قفل أو معرفة المزيد بهذا الشكل أنا في حالتي لأنه أصلا الحساب الشخصي مقفل طلعت لي هاي الأنلوك اللي هي إلغاء القفل فإنت في حالتك اكبس على قفل بهذا الشكل بيصير حسابك الشخصي مقفل بشكل مباشر وإذا حبيت تعمل إلغاء قفل لحسابك الشخصي لا سمح الله بتيجي على ثلاث نقاط هذول بتكبس عليهم بيطلع لك من ضمن الخيارات أنلوك بروفايل أو إلغاء قفل الملف الشخصي بتكبس عليها وحسابك بصير غير مقفل وهي في حالات انت بتحددها وحسب استخدامك لفيسبوك وفي شي جديد الناس ما بتعرفوا بفيسبوك هو شيء يسمى فلترة التعليقات يعني تعمل فلتر لبعض الكلمات اللي ناس تكتبها عندك على التعليقات يعني إذا حدا كتب لك مسبة أو كتب لك كلمة أنت ما بدك إيها تبين في الكومنتات في بروفايلك بإمكانك تعمل لها فلتر بحيث أنه أي حدا استخدم هاي الكلمة الفيسبوك نفسه يعمل لها فلتر آخر أو أنه ما يظهر هاي الكلمة في التعليق أو ما يظهر التعليق كله فأنا حكيت عن هذا الموضوع بالتفصيل بفيديو رح يطلع هون وإمكانك تشترك في القناة كمان من اللوغو اللي رح يطلع لك في هذا المكان وشارك هذا الفيديو وحد مهتم شكرا للمشاهدة بأمان الله